اهلا وسهلا بكم هنتكلم النهاردة عن عملية شائعة وهي عملية استعدال الحجز الانفي زي ما قولنا قبل كده في فيديو سابق ان الحراف الحجز الانفي بيصيب 80% تقريبا من المجتمع ولكن مش كل النسبة الكبيرة دي بتحتاج عملية اللي عنده الحراف ضربته جديدة مأسرة على التنفس او عامل الاتهابات متكررة في الجيوب الانفية او عامل نزيف متكرر من الانف ساعتها ده بيحتاج عملية العملية اسمها استعدال الحاجز الانفي ولازم اول معلومة نعرفها ان استعدال الحجز الانفي ده بيختلف عن تجميل الانف استعدال الحجز الانفي ده عملية بتتم من داخل الانف ملهاش دعوة بالشكل الخارجي للانف عملية زمنها بيبقى حوالي ساعة لكن تجميل الانف ممكن الى ثلاث ساعات. اتشافي منها ممكن يبقى في حوالي اسبوع او عشر ايام بكتير. في حين ان تجميل الانف ممكن تقوم من ثلاث لاربع سابيع عما الجرح يلتقم تمام. فبالتالي هي عملية يتم اتشافي منها في وقت قصير. زمن العملية قصير. نسبة نجاحها عالية جدا. بعدها المريض بقدر يتنفس كويس. في خلال اسبوع لعشر ايام. ولكن لازم يهتم بعد العملية. بغسول الانف المستمر. والمتابع بعد العملية. عشان بيكون في دعامة داخل الانف. بيتم استخراجها من داخل الانف بعد اسبوع لعشر ايام من العملية. واهم شيء هو تنظيف الانف المستمر. وعدم اصابة الانف بعد العملية. ودومتم سالمين.